عيش صباحك مع مروان قدري على نجوم افقام ونجوم افقام تي في النجمة والفنانة هدي كرم هي اللي من ورانا ومشرفانا بعطولها على الف وستة او كلموها على الف وستة هدي قبل ما تكملي شرح عايز اقول لك حالا انت عرفتاني خالط عايز اقول ان انا مش حاسة ان انا بعمل انترفيو يعني عايز اركز ان انا فيه الناس بتسمعني وفيه الناس تفرج علي لان انا نجوم افقام بالنسبالي بجد من كتر مش بس يعني انا ما جيتش هنا كتير قوي بس من كتر ما هي جزء من حياتي اليومية اليومية بجد حاسة ان انا في بيتي قاعدة بركلة ايوة احنا قديم من دردش ايوة خاليني اركز شوية طيب اه الحاجة اللي عايز اقولها بس اه واضح طبعا ان انت فرنش اه يعني هنرأي الترجمة مع المعرض العالمي اه ما انا اخدت بالي اه عشان انا جي فنتري الفنترو يعني طبعا احنا هننزل بالترجمة او هننحط الترجمة اه او كده يعني الف ولام اه كده طب كميلي بس وبعدين فبقولك اه لما روحت بقى هما دعوني في الاول اللي هي مؤسسة تراص دعوني كان عاملين ورشة عمل مع وزارة الاسارك حلو اه وزير الاسار والاستاذ خالد العناني الحقيقة مشكور ده كان تقريبا لما عملنا مع الورشة دي كان اول يوم لي في الوزارة اه قعد معنا وكان متحمس جدا 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 للفكرة الفكرة بتدور حوالين ايه عشان اشرح بس للناس المهتمة تعرف احنا عايزين نرمم اصل البرام حلو وعايزينه يبقى النموذج الاول للتعاون ما بين وزارة الاسار ومؤسسات المجتمع المدني جميل احنا كمؤسسة مجتمع مدني احنا مؤسسة اوفيش يعني رسمية آآ آآ عندنا عندنا خطة عايزين نتفق فيها مع وزارة الاسار طبعا تحت الامبريلا او تحت المظلة بتاعة وزارة الاسار طبعا هو الحكومة انه احنا عايزين نساعد في هذا الترميق نساعد ازاي عندنا ناس خبراء متطوعين حلو عندنا استعداد ان احنا نعمل صندوق نجمع فيه تبرعات عندنا استعداد ان احنا نشارك في آآ الرؤية آآ ازاي حنستخدموا اصل البراندا لان اصل البراندا لما هيجدد او يعني حيترمم له حاجات كتير اوي واستخدامات كتير اوي وافكار كتير اوي 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 صحيح آآ ممكن يبقى آآ آآ مدحف حديث عن هليابلس لان هليابلس تراث مهم جدا 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 الناس فاكره انه آآ هي منطقة حديثة آآ لكن فيها معمار عظيم وقديم ومهم جدا مش موجود في في حتا كتير من مصر صحيح فممكن تبقى آآ آآ ممكن يبقى اصل البراندا مدحف حديث عن هليابلس آآ جننتو ممكن تستغل في كونسرت مهمة عالمية لان انت عندك الباجراوند بتاع اصل البراندا لما بيتنور بالليل قطعة فنية تحفة فنية معمارية ملهاش مثيل فممكن يستغل آآ الحديقة تستغل كده في بيزمن تحت كبير جدا جدا ممكن يستغل مدحف آآ يعني في افكار كتير جدا احنا بس عايزين نقعد مع وزارة الاصار ونستمر في ورش العمل دي لان في دراسة اقتصادية ودراسة آآ آآ فنية منتظرينها آآ يعني بالاتفاق مع وزارة الاصار عشان نشوف هي شايفة ايه او شايفة ازاي اصل البراندا ممكن يستغل طيب آآ والله انا هسأله السؤال بس مش سخافة والله مش بغلس ومش سخيف اتصد اه الترميم اللي هيحصل زي ده نتوت عن خاقمون معلش ما اللي تلاسع من شربة ينفق في الكنافة يعني عشان بس نبقى عصدو ايه لو هيبقى زي البتاع بلازق كده وغيرها وحنمحر والاجواء البلدي دي يبقى ملهاش لازم لا طبعا يزمه هو بالزبط كده لكن لو ترميم مظبوط لا انا آآ يعني انا احنا كمؤسسة مجتمع مدني احنا عندنا ناس ومستعدين نجيب خبرة آآ وانا واعتقد ان وزير الاثار النهاردة على درجة كبيرة جدا من الوعي لان انا عادت معاه شخصيا استاذ خالد العناني عادت معاه شخصيا راجل مثقف جدا وفاهم جدا جدا ومش بقول كده على فكرة بمضحه يعني عشان اجمله انا عادت معاه ولو ما كنتش قلت كده واتكلمت معاه بشكل مباشر وهو عنده وعي كبير جدا ومثقف جدا وما اعتقدش انه ده حيحصل او حد حيسمح به ولا احنا كمؤسسة مجتمع مدني فاهمي ولا هو ممكن يسمح به بس هي المشكلة دايما بتبقى في البرة مكتب الوزير لأ ما هو احنا عشان كده احنا طلبنا من الوزارة ان احنا نشتغل بشكل مشترك يبقى في لجنة مصغرة من الوزارة ومفوضية آآ من المؤسسة بتاعتنا ونعمل ووركشوب يعني ورش عمل مستمرة مستمرة ونتابع مع بعض بشكل مستمر ونوصل لشكل معين من من البروتوكول اللي هيحصل في التعاون ما بيننا واحنا نقدر يعني احنا واظن الوزارة آآ يعني نضمن للناس انه الترميم يحصل بشكل مظبوط وعلمي لان في كتير خبر عايزين يجوا من بلجيكا وفي كتير خبر عايزين يجوا من الهند يعني حتى السفارات عندها استعداد ان اتوفرنا بخبرة بلجيك وبخبرة هنود ومن كامبوديا كمان عشان الترميم يكون على اساس المعمار السليم ما نعكش لان انا قدي العيش لخبازه صح كده فانا ما عنديش خوف من ده خالص على فكرة خالص طيب بعد الاجتماع اللي انتو عملتوه اتعمل لجنة وانبسق منها لجنة ولا في حاجات بقى احنا منتظرين بقى المرحلة دي كان مفروض يحصل يوم السابت اللي فات آآ مع وزارة الاثار عشان نستمر لان في مجموعة توصيات آآ وفي نقاط مهمة جدا في التوصيات دي عايزين نتكلم فيها والميتنج ما حصلش. اتأجل. عشان الهوى بتراب. يا ما عليش شو عذريني. ما حد بيبقى ساعة مبوء كده. بيبقى هوا بتراب يعني. تمام تمام. اه. فلكن في يعني في قناة مفتوحة بيننا وبين الوزارة وفي الحقيقة بنتكلم وبيردوا علينا وفي بنحاول نزبط يعني نعمل وعايزين يبقى فيه آآ آآ ورش عمل مستمرة لان فيه مجموعة توصيات انا حابة برضو اقول عنها. يلا. اول حاجة احنا عايزين احنا عايزين نعرفي او عايزين نعمل آآ آآ اجتماعات مشتركة عشان نقدر نفهم او نقدر نحط رؤية انه البراندة هيستغل في ايه? لأول حاجة. عشان ما نبقاش لان الترميمه هيبقى مهم جدا ان انت بترميمه وتبقى عارف البلان اللي لان احنا عندنا مشكلة. ما بعد الترميم هيحصل. ما بعد. احنا بنرميمه ليه? لان ده لما يبقى في زهنا كنت بترميم كخبير وكناش شغالين على الترميم. هتقدر تهيأ المكان بشكل او باخر للحاجة اللي انت عايز تستغله فيها. صحيح. ده نمبر وان. نمبر تو عايزين نعرف ايه امكانية وقانونية ان احنا ننشئ صندوق يجمع تبرعات. التبرعات دي تبقى بس بتروح لاصل البراء. لان انا لما حاجي اجمع تبرعات انا من سكان هليابلس. انا لازم ادهم لهم جدوى العمل. ورؤية. والحاجة النهائية اللي هتخرج من هذا المشروع. صحيح. والشكل النهائي. وزي هو كساكن في هليابلس او كساكن في القاهرة حيستغله وحيستمتع به. عشان لما يحط فلوسه يحس ان هو متابع وعارف. مم. فانا لازم اشوف قانونية مع وزارة الاثار قانونية انشاء هذا الصندوق. مم. لازم يبقى فيه شفافية ما بيني وما بين وزارة الاثار وما بين الجمهور اللي بيحط فلوسه. يبقى متابع خطوات الترميم. مم. كل الحاجات دي احنا عايزين نقعد نتكلم فيها مع وزارة الاثار ونوصل لبروتوكول زي ما قلنا. مم. نمشي على اساسه. طيب الكل الكلام اللي انتي قلتيه ده ينطبق على قصر الباران بس ولا. لأ طبعا. لان في حاجات معالم اثارية كتير في مصر جديدة. طبعا. هو. ايه تاني? هو بداية. مم. هو احنا عايزين زي ما قلت لكيب انا موذج للتعاون. مم. ده ما بين آآ وزارة الاثار ومؤسسات المجتمع المدني. مم. احنا عندنا بلان كبيرة جدا. اولا فيه اصر آآ السلطانة ملك. مم. اصر السلطانة ملك ده الناحية التانية من اصر الباران. مم. ده بناه على فكرة. مم. ليه السلطان حسين كامل. مم. ومات السلطان حسين كامل والحيش يعيش فيه. وعاشت فيه السلطانة ملكة. ملك زوجته. مم. فده اصر عبقري برضو في الجمال. وكان مدرسة. للأسف. الاسر ده كان بيستغل المبنى بتاعه. آآ انه يبقى مدرسة حكومية. ثم. ده مصر جديدة. مم. اصاد الناحية التانية من اصر الباران. آآ. اصر راوعة في الجمال. راوعة اللي بناه نفس نفس المهندس اللي بناه البران. آآ دلوقتي في عاصل سلطان مبارك هي طلبة خروج المدرسة. بقى هو موجود في الحوش. لكن المدرسة نفسها مش جوه للأسر ده. مم. فده آآ خطوة. المريلاند. المريلاند ده. ده ده حاجة. ده ذكريات. وما ينفعش. احنا لازم دفع عنه بكل مناملك. آآ السبق. ده تلحق. المريلاندة تلحق. تلحق. من المؤسسة دي. من المؤسسة دي. المؤسسة دي عمل اتربانة. السكان اللي شافوا تشجر بيتقطع. ما هو مؤسسة تراصة ليابلس ليها ناس بتنزل في كل حتة دي. مم. فقدموا شكاوة وتوقف. مم. السبق. في حتة كتير يعني غير كده نتكلم فيها. طيب خليكم معنا ضفتنا هي النجمة والفنانة هيدي كرام ابعتولها على الف وستة او كلموها على الف وستة لو من موبايل او زيروا تسعة تلف ستمية لو من خط ارضي اغنية واعلانات ونرجع نستكمل حوارنا. على نجوم افقام ونجوم افقام في في. شوفتي بقى الصدمة. شوفتي بقى الصدمة. طيب احنا كنا بنتكلم اللينك اللي فات انه التعاون اللي بيحصل ما بين اه مؤسسة التراث ليابلس واصر صح انا بنتقى صح? صح. طيب. وفي معالم اخرى. اه. في كربة. في في اه انت حكيلنا يعني انا انا بقول من وقع معايشتي او تربيتي في هذا المكان. بس اكيد المؤسسة ليها شوارع ومعالم معينة هي مركزة عليها. يعني احنا نتكلم على المنطقة بتاعت اللي بناها البران. اللي هي اه اللي هي اه 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 الكربة. روكسي. منطقة الماريلاند. السبق. اه. سبق ده اللي هو عندنا دي الشمس. السبق اللي عندنا دي الشمس بالزبط. اه. المنطقة دي يعني اعايز اقول لك مثلا انه المباني اللي في الكربة وفي مبانية اه على طراز. ده بقى لازم مصطلح اقوله. اه اكليكتك اركيتكتشور. يعني المعمار الاكليكتيكي. اوكي. اللي هو اللي هو او ميكس ما بين مجموعة اه 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 مدارس او مجموعة اه انماط. مدارس فنية او مدارس معمارية. بالزبط. يعني مثلا مباني كوربة هي ميكس ما بين المعمار المغربي والهندي والاسليم. اوكي. مباني كوربة وروكسي. اه. فده فده مثلا الميكس ده فريد. اه. لازم 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 نرعاها ولازم ولازم نعمله اه يعني صيانة. اه. ولازم احنا بنعمل حاجة حلوة قوي. بص احنا عندنا دايما ما عندناش ثقافة السيانة. ما نفهمش يعني ايه السيانة. اه. فكر انك انك تعمل حاجة وتعمل لها شركة صنها اصلا مش موجود. اه انا ممكن اعمل حاجة حلوة جدا. حلوة قوي. وتنتهي على انها حلوة. وشكرا. بكبيرك تجيب حد يكنص ويمسح الارض. اه. ويغير اللمبة. اه. لكن فكرة يعني ايه على فكرة فيه شركات عالمية. بس شغلتها السيانة. اه. وفيه شركات تانية بتدفع مبالغ عالمية كل سنة او مبالغ هستيرية كل سنة عشان تصون مبانيها. وعشان تصون مكاتبها. وعشان تصون شركاتها. صحيح. يعني فكرة ان انت اه انك تصون دي فكرة مهمة قوي. احنا ما عندناش ده. احنا بنجدد ونبيض. يعني كل كم سنة لاقي شوية ناس في القربة مشكورين من الحي. اه بيبيضوا العمارات وفروكسي. اه وشكرا. يعني. اه. اه. كل حاجة تانية. اه. حالها محزن. المداخل. الببان. الشبابيك. اه. اماكن التكيفات. اه. كل حاجة. وبعدين ما انت بتبيض. ما عندكش سيانة. بعد بعد شهرين تلاتة في جو من الاتربة. بتبقى لنا. ببيض ايه? ده بيعمل اي كلام. ده بيبيض على التراب والقزارة. طبعا. وبتيجي تصلح حاجة بتطمس الديزاين الاساسي بتاعها. وبتضيع معالمه. فاحنا ما عندناش. دي بلان من المؤسسات. ان احنا. الحاجات دي لازم نصنها ونلحقها. اه. السبق اه. برضو. يعني. السبق خلاص بينهار وبينتهي. صحيح. فالماريلاند اللي حقناه وقفنا الدمار اللي كان داخل عليه الماريلاند. ولكن لسه ما مفيش بلان حقيقية فعلية حيتعمل ازاي وازاي حنقدر نرجعه لشكل الاساسي ويستغل في نفس الوقت. هو الغريب بقى ان المستثمرين بيروحوا للحتة الجديدة يعملوا فيها مشاريع استثمارية. ده المحدد. ستة اكتوبر والشروق والتجمع. آآ مدن ملاهي ومدن ترفيهية ومدن مليانة مطاعم وامولات وغيره. طب ما تاخد حتة زي دي وادفع في ترميمها وشارك في ترميمها. وما تعملش بقى مدينة ملاهي وما تعملش مطاعم. بس لو حطت اسمك عليها اكيد. اكيد. دي دعاية هيلة. طبعا. ان انت حاطت جوه ان انت شاركت في ترميم هذا المكان. طبعا. طبعا. وبعدين انا يوم ما اجي كمستثمر اخد الماريلاند عشان اجدده. واعمله مكان مطاعم وا وا وا. اروح امقطع الاشجار اللي عمرها عشرات السنين. ميات السنين. يعني فهم? يعني فيه فعلا شجر في الماريلاند عمره فوق الميت سنة. فانا اقطعه. ليه? عشان اعمل باركينج? ولا عشان اعمل ازا? فين الفكر? فاحنا قدرنا كمؤسسة الحمد لله نوقف حاجة زي كده. وكل حاجة دلوقتي لغاية ما نشوف ايه اللي ممكن يحصل وازاي ممكن نتفق مع المستثمر ان احنا نحافظ على الشكل والتراس بتاعت ماريلاند. طب ده في الاماكن الفاضية لكن حتة زي الكربة. يعني احنا منتكلم على الماريلاند هي منطقة فاضية. آآ آآ الاسر منطقة فاضية. لكن الاماكن بقى اللي فيها ناس عايشة. ناس عايشة. آآ يعني الكربة فيها مباني وعمارات وناس عايشة. ومحلات وشركات. طبعا. هيحصل ده ازاي? الترميم ده هيحصل ازاي? بس هي مباني الكربة والروكسي ما هياش آيلة للسقوط يعني. هي مباني واقفة وقوية وكويسة. هي عايزة بس تتجدد. يعني مش ترميم بمعنى الترميم. آآ انك حتحتاج تفضيها والسكان عشان تترممها. لأ. انت حتجددها. آآ هي مش مش محتاجة مجهود آآ كبير قوي قد ما هي محتاجة فكر صح تنظيم. آآ التجديد والسيانة. آآ اكتر ما انها محتاجة مجهود يعني. آآ آآ وبعدين في افكار كتير. في مثلا انه مثلا اي حد ما مثلا انا فلاني فلاني رجل اعمال فلاني. مثلا دي فكرة مثلا. احنا هنقترح. آآ قررت ان انا اجدد البيت ده. تمام? على نفقتي الخاصة او التكلفتي. هيكتب لي شكر خاص في في مكان معين بشكل معين تحت البيت. فاو انت ماشي في الكربة هتلاقي ده اهداء من عائلة فلاني الفلاني مثلا للتراس. لمنطقة الكربة اه. لمنطقة. في حاجات كتير ممكن تشجع الناس. وصدقني في ناس كتير قوي عايز تعمل كده. بس الناس بتخاف لان بتحيس ان فلوسها رايحة فيجي. عندهم حق. فيه الترام. هم. الترام ده. ده ناس ده عزين تحوزنا على المترو. ياه. المترو ده اللي عملوا البرامب نفسه. هم. وعلى فكرة الترام في مصر الجديدة هو اللي نجح مصر الجديدة. لان ايه هو هو عشان كان بيفكر صح. هم. هو ربط مصر الجديدة بوسط البلد. هم. ولولا كده مكانش مصر الجديدة نجحة كمكان سكاني او منضحية سكانية جديدة. صحيح. لانها طب كانت في الوقت ده. هم. زمان. في الف تسعمائة واربعة والف تسعمائة وخمسة لما جيل بران كانت تعتبر بعيدة جدا لان القاهرة كلها كانت متمحورة حوالين وسط البلد. شبرة اه مش عارفة المعادة ما كانتش لسه طلعت. يعني فاهم? صحيح. فهو لما ربط مصر الجديدة بوسط البلد احياها. هم. انت النهار ده عايزت موات الترام اللي هو شيء اسري ورائع. بلاد العالم كله على فكرة. كله. مهما عملت طرق مواصلات حديثة بتحافز دايما على طرق المواصلات التراصية بتاعيتها لان هي بتعتبر آآ سبب من اسباب الجذب السياحي. اما تاخد انت السيح وتمشيه في مصر الجديدة بعد ما تجدد الكربة وترمم الباران وتعمل قصر السلطنة ملك وتعمل كل الاصول اللي عندك القديمة. وتعمله تور بالترام ده حتى لو استغل بس للسياحة. انت فكرة عظيمة يعني. خلاص زيب مرور اه حبيت الضغط. حبيت الضغط. هنرجع على طول مع دفطنة النجمة والفنانة هيدي كرام ابعتولها على الف وستة او كلموها على الف وستة لو من موبايل او زيرو تسعة تلاف ستمية لو من خط ارضي اعلانات سريعة او اغنية واعلانات ونرجع. اه اعلانات. خلينا نطلق اعلانات سريعة ونرجع على طول. عيش صباحك مع مروان قدري على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. لسه معانا ومنورانا آآ النجمة والفنانة هيدي كرام هيدي فكرة الاحياء التراث وده المؤسسة بتقوم عليه اللي هي مؤسسة آآ تراث هليوبلس. استعانتهم بيكي كفنانة. هل هل فكرتوا تعملوا مثلا حاجة تسجيلية? توعية للناس يعني انت دلوقتي بتطلع عندنا وممكن تطلعي بكرة في برامج تانية او في احاديث مثلا في جرائد ومجلات وما الى ذلك. هل فكرتوا ان انتوا تعملوا حاجة تسجيلية? فيلم صغير موديتو خمس دقايق عشر دقايق انت طلع فيه سواء بالصوت او بالصورة او بتشرحي ايه اللي بيحصل? بص هي دي هتبقى خطوة آآ ممكن لسه قدام. دي هتخش في مرحلة اللي هو التوعية باهمية اصل برام لما تيجي تلم تبرعات او لما تيجي تقول للناس انت ناوي تعمل ايه في القصر وايه البلان بتاعك? فدي ممكن يحصل. احنا بصراح ما فكرناش بشكل مباشر فيها يا فكرة حلوة جدا. بس اعتقد ان ايه دي مرحلة جاية. لما تحط ايه رجلك على ارض سبتة وتقول خلاص يا جماعة انا ناوي اعمل كزا. ويحصل الاتفاق بيننا وبين وزارة القصار. وانبقى خلاص وصلنا لبروجرام عمل معين. هنقدر بقى نعمل اللي انت بتقوله ده لان اللي فيه مرحلة لازم توعي بيها الناس. فيه مرحلة لازم تلفت انتباه الناس لما ده اهمية الاصر ده. فيه مرحلة لازم تبدأ تخلي الناس متحمسة انها تتبرع. وتابع الخطوات بتاعة الترميم. لان احنا عندنا شيء مهم جدا جدا ان احنا نخلي الناس تتابع يوم بيوم الخطوات بتاع الترميم. فاعتقد ان دي خطوة هتحصل. بس دلوقتي مثلا فيه آآ مسابق التصوير. حال. عن اصر البرام. فدي هتبدأ يوم الجمعة ان شاء الله في كده معمولة. حنتحرك في يعني نعمل زي كده من آآ من من كزا مسيرة بالزبط من كزا حتة في مصر جديدة الى اصر البرام. تنتهي عند اصر البرام. وتبدأ فعاليات مسابقة التصوير دي آآ تصوير professional آآ لأصر البرام. دي يعني احنا بنحاول نحيي الفكرة ونحيي المنطقة. احنا كنت بتقولي حاجة في الفصل اللي فات آآ عجبتني جدا ان انتم مركزين على حاجة واحدة. آآ. وضغطين فيها جامد عشان تحصل. بالزبط. بدل ما تفتحوا كزا باب وفي الاخر ما يحصلش حاجة. بالزبط. لان انت عارف لما منتحمس بنقولي طب وكزا طب وكزا طب وكزا ما انت لما بتشتت تركيزك وبتشتت مجهودك وتقطك على حاجات كتير. كله يقع. لكن لما بت اه انا عارف ان انا عندي مشاكل تانية كتير. بس لما ركز على القصر ده. وعمله صح. وعمله خطة مستقبلية. وعمله خطة صيانة. وعمله خطة ترويج وتوزيع. وزي ما بتقول دعاية عالمية. وكزا يعني اعمله مشروع متكامل. مش اجدده واسيبه. او رممه واسيبه. لا انا هعمله مشروع متكامل وبلان مستقبلي. انا عارف العشرين سنة اللي قدام انا هستغله ازاي. وحيدخل ايه. وحعمل بي ايه وحروجله ازاي. ومين هيجي يزوره. فلما اعمل المشروع ده متكامل ويبقى مشروع نموذجي. اه للتعاون ما بين مؤسسة المجتمع المدني ووزارة الاثار. ابدأ من هنا انطلق لان انا هيبقى عندي data. ويبقى عندي يعني مرجعية. بعد كده لما اوز اعمل اي مشروع. انا مرجعيتي المشروع ده. مش ازاي. وايه الاجتماعات اللي حصلت الدورية. وازاي قدرنا نوصل لنوقع التواصل. وازاي قدرنا ننفذ البروجيكت. وشكل العمل في الاخر بقى. وطلع ازاي للناس وهو ده اللي انا حمشي عليه بعد كده. بس. بتوفيقية. يعني ربنا ديك الصحة وتبت العمر. لأ بصي احنا عندنا يعني انا عايزة من هنا اطلب بس من وزارة الاثار انه طالما اه يعني انا عارفة اه انه قد ايه نجوم افقام مسموعة. فانا عايزة اطلب منهم انه احنا تعالوا نتعاون مع بعض بجد. احنا محتاجين احنا مستعدين نشيل على على اكتافنا المجهود كله. لان احنا متحمسين ومؤمنين بالفكرة وبالمشروع وبالخطة العامة كلها. فاحنا بس محتاجين منهم يبقى فيه اجتماعات دورية ما بيننا وما بينهم. نقدر نحط من خلالها البروتوكول اللي يرضيهم ويرضينا. ويبقى في مصلحة البرون في مصلحة البلد في الاخر ومصلحة السياحة. فبس طلبي الوحيد منهم ان هما يدونا فرصة ويدونا من وقتهم. واحنا مستعدين نعمل كل يعني نشيل كل الاعباء. معندناش مشكلة. طيب احنا احنا يعني احنا معاكم لو في حاجة نقدر نساعدكم بيها احنا موجودين. وبالتوفيق ان شاء الله يا هدي احنا هنطلع اغنية سريعة ونرجع بقى نتكلم في الشغل. اللي اختشوا ماتوا. ده مش على الكلب نتكلم فيه. ده على الفيلم الجديد. انا ما اتكلمتش اهو. انا ما اتكلمتش اهو. انا ما اتكلمتش اهو. طيب اللي اختشوا ماتوا ده الفيلم الجديد. آآ لسه معانا من ورانا النجمة هدي كرم. مبروك الفيلم. مرسي الله يبرك. التريلر بتاع الفيلم مختلف وشكله غريب وجديد. والفيلم كله ستات. آآ. انتوا بالنسبة للهرمونية في اللوكيشن. انا سألتكم السؤال ده وانا معاكم نفسنا. بتتعاملوا ازاي يا جماعة اللوكيشن? المكان اللي فيه ستات كتير الدنيا بتمشي ازاي? ده دايما بيبقى عندي فضول في الحتة دي. آآ. بص هي يعني بص انت والتسهيل. يعني ساعات تمشي حلو جدا. آآ. يعني مثلا في اللي اختشوا ماتوا. صراحة يعني بجد انا يعني لازم اشكر آآ استاذ اسماعيل فاروق المخرج. آآ. لانه قدر يسيطر على سبع ستات مع اختلافاتهم الفكرية والشخصية والنجومية. طبعا احنا معانا الاستاذ غاد عبدالرازق ومعانا عبير صبري ومعانا استاذ سلوة خطاب مع حفظ الالقاب ومعانا وجود جديدة فانك وكلهم آآ ابطال الفيلم فانك تعرف تسيطر على ده. وتعرف تمشي كل الناس بشكل لطيف وكل الناس تبقى اراضية ومبسوطة ومفيش مشاكل دي يعني يعني انا شايفة دي زكاء كبير جدا 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 منه. وطبعا احنا مش هنقدر ننكر معانا ناس جدا بس برضو آآ الفيلم عشان كان في حد بيقوده بشكل زكي جدا وحكيم. آآ. قدر يطلع شغل حلو. وان شاء الله الناس هتشوفه. آآ سبع ستات آآ مش 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 عايز احرق قوي. عايشين في نفس المكان. آآ. هو في حاجة فقال اسمها للسيدات بس. آآ طبعا. موجودة يعني. اعتقد ما عرفش الى يومنا هذا موجودة ولا بس كان فيه فانسيونات للسيدات طبعا. اوكي. فالفانسيون ده بترقصه الاستاذ سالوة خطابة او صاحبته يعني استاذ سالوة خطابة. واحنا عايشين فيه كل واحدة ليها قصة وبيحصل بقى تشابك في القصص وتعقيدات في الخطوط الانترامية وتنتهي بحاجات كثيرة. مش عايز اقول بقى مفاجآت ومش مفاجآت لانه كل ناس بتقول نفس الضملة. خشوا الفيلم. مش عايز احرق الفيلم وكده. لكن انا فخورة بالفيلم ده لانه في ظل السنين كتيرة اللي فاتوا اللي ما كانش فيها محترامي لكل اللي انتجه وكل اللي مسلوا في الافلام. ما كانش فيها النوعية دي من الافلام. النهاردة الفيلم ده آآ آآ فيلم حلو آآ مختلف. اوعد الناس ان هي هتشوف فيه تمثيل وقصة وفكر مختلف. طب انا عايزة اسألك سؤالي هدي البطولات الجماعية هي حاجة منتشرة بقالها فترة وقبلت بلاءا حسنا وناس كتيرة ظهروا ونجموهم لمع في البطولات الجماعية وكان مساحة كويسة لناس كتيرة انها تشتغل كمان. بس بطولة جماعية من من شخص من يعني من ستات بس او من رجالة بس. الحاجات دي بتمشي كويس? تسويقيا وتجاريا. اصدق. اصدق. لا هو تعالي نقولي السؤال بصراحة. آآ. ستات بس. لان البطولة الجماعية. الله ينور عليك. ايه يا شيخة? ايه بقى يا شيخة? بول كل اللي في نفسك. آآ آآ. ما تخليش في نفسك حاجة. آآ. يعني هو طبعا سؤال في محله. لانه عموما ان البطولة الجماعية من رجالة بتنجح. يعني دي شوفناها من ايام الافلام الابياد والسود يعني بتنجح. آآ الفيلم ده فعلا يعني طبعا معنا ايهاب فاهمي اعمل دور مع انا محمد محمود عبدالعزيز اعمل دور. لكن طبعا هي كل التركيز على الستات. هم. ليه ما نكونش آآ آآ يعني ليه ما نكونش نموذج اول من حاجات كتير جاية. ليه ما نفتح ليه ما نكونش احنا هنفتح باب لفكر مختلف في السينما. ليه ما نكونش اللي ما كان فيه ايام نادي الجندي واستاذ نبيل عبيد مع حفظ الالقات برضو. آآ يعني كانوا بيقوموا ببطولة افلام واستاذ الهام شاهين. بس الوحدهم. آآ هي بقى فكرة انه بطولة جماعية لستات او بطولة جماعية الرجالة يعني مسلا يعني هانجوفر فيلم هانجوفر يعني آآ يعني آآ الابطال اما اربع رجالة بغض نظرهم مين يعني. بس هما اربع رجالة. بس الفيلم نجح. آآ طبعا. نفس الفكرة انتو في اللي اختشوا ماتوا آآ كلكم ستات. ستات. وان شاء الله الفيلم هينجح. آآ. انا شايف ان ده ده الاتجاه العالمي. يعني حتى في السينما العالمية آآ في اتجاه عالمي ان انت لان هقول لك ليه? احنا السينما في العالم كله بتواجه مشكلة اقتصادية قوية جدا جدا لان انت عندك الانلاين بقى بقى قوي بتشوف الفيلم على مواقع كتير مسروقة بعد ما بينزل. صحيح. وقنوات مسروقة. وعلى قنوات فانت دلوقتي الكترة تعمل قوة. هم. فانت لأ انت عايز تحط نجوم كتير عشان تقدر تعمل فيلم او فيلم جذاب الناس تبقى عايز تخشوا في السينما. انت لازم تغريهم. انت هتغريهم ازاي المشاهد. بس ما هنجون كتير يعني بجت كبيرة. لا مش شرط على فكرة ما بقاش ما بقاش اني مور. بص انا عايز اقول لك حاجة. اللي عايز يطلب فلوس كتير. حيطلب فلوس كتير. هيجيله او مش هيجيله. هيقعد في بيتهم او مش هيقعد في بيتهم. دي حاجة بتاعت ربنا. لان في ناس كتير دلوقتي عايزة تنزل تشتغل. وبأجور معقولة جدا. لان انا بشوف ان الأجور المبلغ فيها. لا بقى ظروفنا الاقتصادية تسمح. ولا بقى ظروف العالمية الاقتصادية تسمح. ولا بقى الفيلم يجيب فلوس في شباك التذاكر بشكل يسمح. ولا بقى عندك قنوات بتشتري وبتدفع في الافلام بشكل يسمح. فانت كنجم. عندك حلم الاتنين. يا اما حتنزل سعرك عشان تشتغل وعشان تستمر. يا اما حتقول لا انا باخد كزا وتقعد في البيت. فالسوق عرضه طلب. ببقاش في فكرة الملايين الممليانة دي غير للناس قليلة جدا جدا. هم عملوا نفسهم وحفروا اسموهم من زمان وخلاص. وده بقى امر واقع. ويتعدوا على اصابع اليد الوحيدة. معل زالك بقى. عايز تحط اجر في السماء اقعد في البيت لو عايز. انت حور. طيب هنرجع نكمل كلامنا. ضفتنا هي النجمة هيدي كرم الف وستة رقم اللي تبعتولها عليها. هنطلع اغنية واعلانات ونرجع على طول. عيش صباحك مع مروان قدري على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. النجمة هيدي كرم ليس من ورانا ومشرفانا. هيدي انتي بقالك فترة كنت بعيدة شوية عن السينما واللي اختشوا ماتوا. اه مش عايز اسأل السؤال التقليدي والورقة اتعرض عليها ازاي. بس ايه اللي شجعك على الفيلم ده? آآ. معاني لسه كنا بنقول انه مقلقة بطولة جماعية نسائية. هي مقلقة في يعني مقلقة من من ناحية ومطمئنة من ناحية تانية. انه انت لما المسئولية منقاصة. ما تبقاش انت بطل العالم. وشيل ليلة لوحدك. وشيل ليلة لوحدك. فشلت فشلت لوحدك. نجحت ما نجحتش لوحدك بس اتليس لما تفشل مش حيب انت بس المسئولة عن الفشل ده. اه. وانا مؤمنة انه انا في مرحلة من حياتي انه اه لا ممكن اعمل جدا بطولة جماعية. وليه ما اعملش بطولة جماعية? معايا نجوم مهمين جدا. معايا ورق حلو جدا. معايا مخرج معارف كويس قوي قوي هو بيعمل ايه? شركة انتاج محترمة جدا. يبقى ليه ارفضها? وبعدين انا زي ما انت قلت كان بقى لي كتير ما اشتغلتش سينما. لانه انا اللي كان بيتعرض او بيتعامل الفترة مش ما يلقش علي قوي. وانا مش مش مدرستي قوي. كمان ام الظروف كلها كانت وحشة وناس كتير ما كانتش بتشتغل سينما. فلما اجي لي فيلم ورق كويس هرفضه عشان بطولة جماعية ما اعتقدش بالعكس ده انا ججعني اكتر اني قابله. طيب الفترة بقى اللي انت كنتي مختفية فيها شوية كان فيه بقى نفسنة. كان في نفسنة. نفسنة برنامج لطيق وبرده مليء بالهيومات. وانا شخصين قلتلكوا ده واحنا بنسجل. لما جت لنا. اه ده حقيقي انا بسطت جدا معكم. التجربة بقى تجربة البرامج. ام. انتي عايزة حباها مش حباها. اه في ناس بتجرب تجربة وبتبقى لطيفة بس مش هيكررها تاني. ام. مش انه اه يعني كانت حاجة وحشة بس هو يقولك لأ انا عملت مسلا برنامج والبرنامج صدا عمل صدا لطيف وآآ جاب آآ فيت باك حلو قوي بس انا مش هشتغل برامج تاني. مسلا يعني. لأ انا بحب البرامج. جدا. وانا اساسا اه يعني كنت عايزة اخش اعلام ودخلت اعلام يوم واحد وما كملتش. يعني نقلت على دول. بس تنتمي للاعلمين خلاصة لكن انا اصلا لما بدأت بدأت موزيع. يعني بدأت كمودل وبعد كده اشتغلت موزيع في برنامجين كانوا فري لانسر. فري لانس وكانوا في رمضان اتعرضوا في رمضان. وبعد ان اه التمثيل هو لميشي اسرع وبشكل سالس اكتر. فركزت فيه. لكن انت لو هتسألني اقولك لا انا احب اكرر يعني انا مستمرة في نفسنا ان شاء الله. ولما يخلص نفسنا انا احب اكرر تجربة. ان نفسنا برضو انتو تلات ستات. اه. وصعب ان بقى اربعة. وسعب بتبقى اربعة. يعني برضو نفس القصة بتمشي ازاي? اه بص انا هقولك حاجة. يعني انتو هربتوا من سؤالي لما سألتوكم وكنت معاكو هربتوا بلطفة. انه لا احنا اصحابه بتاعه. اه دنيا زريفة. وانا عديتها عشان نظيف يعني. اه. لكن انا. تعليلي بقى. ايوه. انا في الاربعة حيطان اللي انا عادل فيهم دول. لا بص انا هقولك حاجة. عشان حتى الناس تصدقنا. طبيعي احنا بنشتغل بشكل مكسف جدا. وبنقض مع بعض عدد ساعات كبير جدا. واحنا مش بنمثل على فكرة ده نفس. ده بجد البرنامج ده طبقاتنا. فانت لما بتبقى بتمثل بتبقى بتقرأ ورقك بتعمل بتاعك او حركة الكاميرا بتاعتك وبتقول وخلاص. فبينك وبين الشخص الزميل فيه التمثيل والورق والمخرج وبس. هم. انت هنا بتحتك بشكل مباشر وحقيقي. وشخصي. وشخصي بالزملاء. هم. فكذاب اللي يقول لك مفيش مشاكل بيننا. او ما بيحصلش مشاكل بيننا. او ما بنختلفش. او ما بنتخنقش. احنا بقلنا دلوقتي الحمد لله يا رب سبعة شهر. هم. يعني عملنا منية حلقة تقريبا ويزيد. ما شاء الله. فالحمد الله. فما لو اقنعت الناس احنا سامنا على عسل ومنتخنقش ابقانا منافقة. هم. لان انا كانسان بتخانق مع قريبي وممكن تخانق مع والدتي ومع والدي مع ابني اختلف. فما بالك زملائي في الشغل. ولكن في حاجتي مهمين قوي. احنا بنقعد عالترابيزة المستديرة. هم. بننسى اي خلاف ما بيننا. هم. حقيقي بجد. وصلنا للمرحلة انه. نقطع بعض برا. مش نقطع. لا مش ما بنقطعش بعد. لا مقصول مش حرفيا يعني. اه. يعني نختلف. برا. بس عالترابيزة انا احنا التلاتة على مركب واحدة. احنا التلاتة بندعم بعض. احنا التلاتة سابورتنج لبعض. اه. برا بقى التصوير. لو واحدة من. لو احنا التلاتة مثلا في بنا اختلاف. او مثلا انا وحد من زميلاتي في بنا اختلاف. لكن لو حد برا تكلم علي انا عارف ان هي هتدفع عنها. ولو حد برا تكلم عليها كلمة وحشة انا هتدفع عنها. لانه في الاخر مصارين البطن بتتخاني. بس احنا عيلة. شئنا امقابينا. بكل اختلافاتنا. احنا وصلنا في نفسنا ان احنا بقينا عيلة حقيقي بنختلف مش طيقين بعض ساعات ما بصنا ولا على فكرة انا عايز اخنقك على فكرة وهي كذلك ولكن في الاخر احنا عيلة طيب هدي انتي انتي من الناس القلائل اللي عندهم وجهة نظر وعندهم حفاظ ما على نوعية الاعمال اللي بتقدميها في نفسنا كان الموضوع مختلف كانوا كنتوا اجراسف مش اجراسف في طريقة الكلام في المواضيع والمواضيع سخنة جدا والتعليقات سخنة جدا والكلام سخن جدا انتي كان رد فعلك ايه او ده كلام ده كنتي عارفة انه هيحصل في نقطتين اولا ده كان في الاول انت قلت كنته آآ آآ قلت الخبرك مني كهيدي انا هتكلم عن نفسي ممكن تكون خلتني اغلط في طريق التناول مواضيع معينة وطريقة التعبير عن وجهة نظري لاني ما كنتش مدركة خطورة وقوة الرسالة اللي بقى اللي بقى ديها والكلام اللي بقوله وقدي ايه الكلام ده بيوصل كالسهم لعقول كل الناس والفكرهم دي اول حاجة تانية حاجة انا برضو في في قناة بتعد في فريق اعداد وفي ناس بتمنتش وفي ناس بتبص على الحلقة قبل ما تطلع فاللو كان في غلط في الاول او كان في دروب حصل في الاول او لا اتحملوا الوحدي كاملة في في ناس ورايا ده مش هوا على فكرة بس هقولك على صدمة بقى في الاخر انت اللي فوش المدفع طبعا ما هو ده اللي انا ادركته هو ده اللي قاعد فوش محدش هيتفرج على الحلقة ويقول ايه الكلام اللي بيتقال ده ويقول اصل المعد يا حرام عملش او المخرج ما خدش باله او طبعا ما هو ده اللي ما هو ده بقولك ايه ما كانش عندي خبرة مكنتش عارفة ان قدي ايه انا كلمتي اللي بقولها الحرف اللي بيطلع مني قدي ايه خطير خطير كويس وخطير وحش الخبرة دي ومعترف ان احنا ممكن نكون غلطنا في الاول واظن ان احنا تداركنا الخطأ ده واظن ان احنا ما قررناهوش واظن ان الناس استوعبوا ده وفهموه وتقبلوه مننا وانا بيتايل ان احنا النهاردة ماشيين الحمد لله اه في التجاه السليم وعلى خط مستخيم حضرتك. احب اشكر كل الناس. طيب سؤال اخير. عشان وقتنا قرر بينتهي بس هو حاجة يعني انت قلتيها. اه بتقولي الاعمال اللي كانت تتعرض في الفترة اللي فاتت او السنتين تلاتة اربعة خمسة اللي فاتوا. اه انت بكتش شايفة فيها نفسك. اه عادة الفنانين او من يعملونا في مجال التمثيل عندهم الجملة الشهيرة نفسي اعمل كل الادوار. اه. اه. واضح ان انت معي. اه. لأ خلاص انت ابتسمت فاردي. لأ مش محتاجة اكمل بقيت سؤالك. اه رد انا على سؤالك بس عندي حاجتين عايز ارد اه عليهم. اولا اه الحاجات اللي كان بتتعرض او بتتعامل ما كانش مناسبة لياه. بس انا برضو عايز اقول حاجة. لو لا استمرار منتك زي السبكي مع كل المآخذ وكل ما له وما عليه. بالزبط ما له وما عليه. كان السينما وقفت. ده حقيق. هو الوحيد. الوحيد. اللي كان بيعمل افلام. لما ما كانش فيه حد بيروح سينما. ولما ما كانش فيه حاجة اسمها سينما. هو اللي استمره. هو اللي كمل وهو اللي جازف. هو اللي حط فلوس. كسب بقى خسر ده بشطرته وبزكاء وبتسويق وبحاجات تانية كتير. لكن لازم الواحد يعترف بلي ليه واللي عليه. الراجل ده هو اللي خلى صناعة السينما تستمر في الفترة فعلا عصيبة من صناعة السينما. ومع كل اختلافاتي في وجهات النظر عن طريق التناول للامور. آآ اللي انا شايفة ان فيه طبعا هجوم زائد عليه يعني بصراحة. انا برضو بقول انه لأ الراجل ده لازم نحطه آآ في مكانه وننسبه لازم نديله حقه. آآ انا السؤالك انه آآ انا ما بعملش كل حاجة او انا ما بقبلش كل حاجة انا نسيت السؤال اصلا. لا آآ في عادة الفنان بيعايز يمسل كل الادوار. انت بيقول انا بقى فيه ادوار او فيه ورق بيجي لي ما بيشوفش نفسي فيه. آآ يعني بص انا عندي آآ انا عندي ريستريكشنز او يعني يعني فريم كده حطان نفسي. مش معنى ان اللي بيعمل الحاجات برا الفريم ده يبقى وحش بالعكس يبقى جريء. يبقى 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 يقدر يواجه الانتقاد. يقدر يواجه الهجوم. انا يمكن شخصية ما قدرش اواجه الهجوم والانتقاد. انا شخصية عندي ناس ورايا بخاف على احساسهم وبخاف على مشاعرهم وبخاف. ما بقولش ان الاخرين ما عندهمش الاحساس ده بس انا يمكن حساسة زيادة ناحية الامور دي. ما بحبش اجرح آآ ناس آآ شايفاني بشكل معين وبصورة معينة. ما حبش اجرح. محترم رأيك ده جدا يعني نادرا ما حد بيقول اللي انت بيقول ده. فانا في المقابل ده في حاجات ما بقدرش قبلها. ولكن انا يعني انا لا اصدر الاحكام على الاخرين. كل واحد بيعمل اللي هو مقتنع بيه في الحياة دي وفي الدنيا دي وكل واحد بيعمل اللي هو شايفه صح من منظوره ومن وجهة نظره. وكل الناس كل الاحترام. انا بكلم بس عم نفسي. هدي احنا وقتنا انتهى. انت نورتينا وشرفتينا. ويعني تدميسة بقى كل فترة. تعالي. ناس جدا عني. بيش بيتك فاضية بطار. مش هزحرجك يعني. اي حاجة. اي حاجة. اي حاجة. اي حاجة. اي حاجة عجيبية. ولا فولة طعمية. لأ خلاص بعد الفرنش ده. يعني حاجة مسيطة. نورتينا. نورتينا يا هدي. وبتوفيق ان شاء الله. مستنين الفيلم قريب باذن الله. باذن الله. ومعشرين ابريل. عشرين ابريل. ان شاء الله. اللي اختشوا ماتوا. ضفتنا اللي كانت منورانا ومشرفانا هي النجمة هدي كارم. الف وستة رقم المسجز. اعلانات سريعة ونرجع نختم معك. انتو لسه مع. عيش صباحك. مع مروان ادري. على نجومة في ام. ونجومة في ام دي في.